اشتركوا في القناة الحالات الفنية عايز اخد انطباعات منكم بعد ما الدنيا هديت وبعد كده رسينا وهدينا والدنيا والدي والزعل هدي شوية بتشوف يا احمد احنا كنا نستحق الخروج ده البعض بيقولك طب ما عم السنغال خرجت والجزائر خرجت والمغرب هاي خرجت هل الخروج ده زي الخروج ده? لا طبعا احنا يعني فكرة نستحق او ما نستحقش وحكون نستحق نخرج من دور المجموعات. ايه. عشان نكون حقانين. وانا مش هينفقر النفسي ببلد تاني انا ببص الازروفي انا والمعطيات اللي عندي واللعيبة والبوزيت اللي محطوطها للمدرب بتاعي. انا عندي فيتوريا هو تاني اغلى مدرب في البطولة اه بعد جمال بالماضي. بياخد متين وعشرين الف يورو وهو اكتر مدرب في تاريخ المنتخب بياخد مرتب اخير مرتب يعني. فانا منتظر بقى ان المدرب ده يعمل لي فارق فني في الملعب. وده كان حاصل شوية قبل البطولة شوفنا طبعا بس هو كان بيلعب منتخبات يعني متوسطة وتحت متوسطة. هو يمكن ما قابلش الا اه تونس وخسر. الجزائر اه وتعادل وده يمكن احسن ما عطش عامله حتى بعض الطرد. وفرقيتم روحه. بزبط. وفرقيتم روحه بدري. بزبط. يعني ما. فهو ما قابلش منتخبات كبيرة. لكن اللي حصل في البطولة ان هو الراجل برضو حامل اتكلم على واحد اول مرة يدرب منتخب في حياته. اي. وبالتالي احنا محتاجين يوم عندنا مدرب عنده خبرات كبيرة. في البطولات المجمعة مع المنتخبات. تدريب المنتخب بيفرق جدا عن تدريب الفرق. فاحنا استحقنا الخروج. والمنظر اللي احنا ظهرنا به ان احنا نتعادل اربع مطشاط. وبقاش لينا شكل في الملعب. لا هجومي ولا ادفاعي. دي حاجة بتخلينا مختلفين تماما. الجزائر كان عندها جيل. اخد بطولة 2019. ما عملتش يحلاله تجديد. فده منطقي. السنغال وغدا بطولة قبل كده. وهي مش الجيل الزهبي لمنتخب مصر عشان تاخد ثلاث بطولة وربعض ولا بطولتين. لكن ا احنا اه دنيتنا مختلفة. المغرب مسلا اه رابع كاس العلم لكنها وانا قلت معك قبل كده ان هم بيركزوا اكتر في كاس العلم افريقيا اه صعبة جدا عليهم عشان الاجواء ورطوبة والحر مش بتعودين على كده. فاحنا بصراحة الموضوع بالنسبة لنا قصعب كتير من منهم كلهم لكل الموضوعات دي يعني. يحيى بتشوف ان احنا خرجنا باي حاجة فيها مكسب من البطولة دي? والله هو احنا مخسرناش الحمد لله فولا ماتش. يعني دي حاجة كويسة بس. يا وسط الدرجات دي. ت احنا ماتشار كسبنا شوية ماتش. يعني لو صننا لكده. الحزيم في الموضوع ان احنا ان ابسط حاجة نقدر نقول احنا كسبنا حاجة هو ان احنا كسبنا ان يعني شوفنا شوية مصريين بيشجعوا. يعني يرجعنا نشجع لفترة. يمكن نشوته التاني من كل ماتش وكنا بنشجعه. بس يعني حتى الامل صعبه. خلص يعني. فانا مش قادر يشوف اي مكتسب من الموضوع نهائي. خلص. مفيش اي مكتسب نهائي. احنا حاولنا نكون متفقلين عشان اللعبة بتزعل لما الاعلام والس سوشيال ميديا بيقلب عليهم. خلص اي ماء هنطبطب واندادي. وحاضر حتى لو تعادلنا كل المتشاط يا رب نتآهل. او يا رب نكسب يا رب نلعب اي حاجة لكننا فيش خالص. يمكن حتى كنت اقولك احنا حتى جات علينا بخسارة لدرجة ان كل اللي عيد بالحلوة تصابه. يعني محمد صلاحة تصاب. امامة تصاب. الشناوي تصاب. فتوح مرجعش يعني من الاصابة. ما برضو لسه بيلعب برجل واحدة. مفيش حد يطلع يتعيد له خالص. هو مصطفى محمد. يمكن ده المكسب الوحيد بتاعنا. بقى عندنا حد من ريحة عمر زاك. بس خلاص شكرا. ده المكسب الوحيد اللي طلعنا بيه. هو مصطفى. بس خلاص. طب انا في حاجة من الحاجات اللي مش قادر آآ يعني أقلقلها حل. وهي فكرة نقطة البداية. يعني خلال الفترة التلاتة اربعة تيام اللي فاته دي رجل حتى كنت لسه بتكلم فيها في الانترو النهاردة. عمالة تابع كل حاجات احنا كلنا بنعبر عن دقنا وزعاننا. وده طبيعي ولازم. بس احنا عملنا كده كتير قوي. ايه بقى? يعني ايه بقى? عايزين نعدي بقى? يعني نعدي بقى المرحلة دي. انا انا بحب التعدلات قد عني بس انا بقى عايزين نتخطر المرحلة. يعني نفسي نروح لمرحلة عارف الناس تحس ان احنا احنا لسه ممكن هنوصل بس احنا ماشيين. ما وصلناش بس ماشي. انا اوصل. لكن انا بحس دايما ان احنا كل مرة بنقعد بنفس القصة وبنفس الحدوتة وبنفس الحكي وبنفس الهرس اللي بنهرسه. وفي الاخر اش هبتغير اعرف لي يا براهيم عشان احنا ما بنغيرش. يعني اتحاد الكورة لما بيحصل فشل الناس بتمشي وترجع هيها تاني يشتغلوا في نفس المكان. انت ما بتشوفش كوادر جديدة. ما بتشوفش تغطيط. ما بتشوفش مثلا شغل مختلف عشان تقول والله لا ده احنا لما نخرج اللي جاي ده يبقى احسن. لا انت بتشوف نفس الاشخاص هم هم موجودين ونفس الفشل بيتكرر تاني. احنا عندنا مشاكل كتيرة جدا سواء على مشتوى اختيار المدرب اللي هو ما كانش فيه اي حاجة بديهية. اللي هو مدرب مسلا عنده تاريخ في تدريب المنتخبات. ولا حتى في افريقيا. يعني مش مش جايب مسلا مدرب كان بيدرب فريق في افريقيا. فمتعود على الاجواء. بتعود على اللعيبة في المكان ده. ايو اي حيام انا معاك برضو بس في نقطة ما هو برضو مسلا انت لما كديد بص على السفيد بتاعت فيتوريا كانت بيسي في اه. اعمل ايه? لمدرب اوروبي كويس جد. تمام ما انت مسلا جيت ماله جزيما وكانتش تدرب. لا بس ما ايش تانيح بس هو فيتوريا اللي عمله في حياته انه واخد ات مش كيروش حتى. ما هو ماشي مش مختلفين بس قصدي سيفي ما تنبقش انه يبقى واحد سايق. تمام ازاي? تمام. يعني سيفي كويسة ومحترمة ومدرب كمية. انا جايبه عشان خطر ايه? انا دلوقتي وصلت مع مدرب قبل كده لان اوصل لنهائي كاس الامم. بشخصية. بالزبط. كان عامل لي شخصية. انا بدافع. بداي الفرقة اللي اقدامي بخليها ما تلعبشوا الكرة بتاعتها. وبلعب كرتي لحد ما اوصل للي انا عايشه في الاخر هو ضربات الجزاء. هو هنا بان في المطش الاخير بتاع الكونج وانه هو احنا عايزين نعبر لضربات الجزائج مع من الديقى سبعين. بس هو واضح انه ولا واحد في الفرقة ما اتمران على ضربات الجزائج. وموضوع ان ابو جبل بينط على اليمين بس ده دي حاجة يعني اما تخيالش انه ممكن توصل بإفل الدرجات دي. يمين بس ما فيش شمال خالص وحتى اللي اتشدت له على اليمين في ايده وما صدهاش ولما دخل شط. انا تشوف حالس المرمى اللي بيشوت عليه. حالس المرمى داخل بيدحك. لو هشوت خلق على الشمال وانت برض ده تنتعليمين يا ابو جبل. فالهو يعني هو ما فيش حتى شخصية للفرقة والمدرد مش قادر يحط رسم تكتيك للفرقة. احنا شوفنا عبقرية من 3 او 4 لعيبة في لقطات بين انها لقطات فردية. جمل واضح انها لقطات فردية. طب انت يا عم بتقفل دفع كويس وبتلعب على مرتدة؟ لا. مش زي كيروش ومش زي هكتور كوبر قبلها. طب احنا كنا عايزين كرة جميلة بس الاول كنا معترضين عشان كيروش وكوبر بيلعبوا كرة دفعية سيئة فاحنا عايزين كرة حلوة جبل جلنا واحد ولا بيلعب كرة كويسة ولا كرة حلوة ولا دفعية فكل حاجة سيئة. وبرضو الكرة الوحيدة اللي اتشاطت علينا دخلت فينا جول. فاحنا دخلنا في كل المعطيات بنفس الطريقة. الحلقة اللي فاتت انا كنت استعرضت معاك حالة لان احنا دي الهجمة الوحيدة المنظمة اللي عملناها مع المنتخب. كرة بتاعت مصطفى محمد. بصدبت 17 باص وصلنا بيها. دي الهجمة الوحيدة. انا حتى حاولت مثلا اتفرج على المطش مرة اثنين وثلاثة عشان انا طلع حالات سواء دفعية او هجمية المنتخب احنا فعلا ملاش شكل في الملعب. يعني انا على الاقل لما اتفرج مثلا على المطشاط المنتخب مع كيروش انا عارف احنا عايزين ايه. يعني هو الرجل انت شايف اللعيبة في سيستم بيتطبق وهو حتى يمكن كابتن دي والسيد طلع يتكلم وكابتن سايب معه طلع يتكلم في قصة دي انه هو حتى كان بيمرن اللعيبة على التمركز في الملعب بكورة تنس. فده يبين ان رجل دي كان بيشتغل مع اللعيبة على التمركز وان هو اسسيات الكرة اصلا يعني. لكن احنا هنا بنتفرج على المنتخب انت بشاف شكل. لا دفاعي ولا هجومي. حتى الرجل على مدارة تسعين ديئة انت عايز تشوف اه. النهار ده مسلا للمغرب. الرجل لما حس ان دينا زنائت. نزل ايوب الكعبي مع النصيري وبقى بيلعب باربعة اربعة اتنين. وخلى اه امين حارس ناحية الليمين واناحية التانية الصابيري. فالراجل عايز اكسب. هشتغل عرضيات. وجاء ودرب الجزاء. شوف على كوندفور بقى. بزبط. شوف كوندفور. قدرين ان هما يغيروا سير المتش. لكن انت بتتفرج على الابعة المتشاط. هو الشوط التاني بيحصل شوية فوقان عند اللعيبة عشان ميحس ان احنا خسرانين. لكن هل مثلا احنا شفنا ان الراجل. ما هي دي برضو حاجة بالنسبالي لغرتني. يعني لان اللي شفته من فيتوريا في المتشاط التحضيرية. كان اثر الفني هو كمدير فني كان باين. يعني في ماتش الجزائر. لا انت شفت ازاي. ما في ماتش ودي. ما هو ده الحاجة المعيارة اللي انت شفته. تمام. يعني قدرك المتشاط اللي هو. حتى ماتش تونس بالرغم من خسرتنا. لما راح قلب وراء تلاتة. حسن انت بقيت احسن. حس ان هو في تدخل فني عمل وهو. انا بحس ان فيتوريا. في البطولة. واحد تاني. يعني. يعني. ايو. اعتقد حتى لو كان سيء. عمره ما كان بالسوق اللي احنا شفناه في البطولة دي. حقيقة. وهذا بقى هي دي بقى شوية ارهاصات. لانه ممكن يكون في حد بيتدخل في تشكيل. ان فلان لازم يلعب وفلان ما يلعبش. واحنا لو دخلنا وفتحنا الباب ده. دي حاجة س انت كويس في الودي. اول ما دخلت في البطولة. ليه لعبت بشكل مختلف. بطريقة مختلفة. بنعدام شخصية. ما بتعملش تغييرات. اللعيب اللي انت عارف ان هما كويسين ما بتلعبهمش. صح. وهنرجع بقى نقول اصله يا عم في الاول في الاخر موظف. هيجي اخر الشهر. يقبض الكام الف يورو بتوعه. وياخد فلوس كتير جدا جدا من غير ما يوصلنا لأي حاجة. ونرجع نقيله. وفي الاخر نطلع نقول خلاص يا جماعة هنجيب حد تاني. ونعيش في نفس الدولة هي دي المشكلة. طب ايه البيضة ولا الفرخة بقى. طب تعانيطل على الفصل ونرجع نشوف البيضة ولا الفرخة. خليكم معنا. نرحب بحضراتكم مرة تانية البيضة ولا الفرخة. اه لو احنا بنتكلم في في حلول الفترة اللي جاية. لو بقول لك حط لي كده ايه اول حاجة نبتدي نعمل هنعمل ايه? الرشدة. الرشدة. بسم الله الرحمن الرحيم كده. اتحاد الكورة. انا اسف في اللي هقوله ده. يركز ان احنا نجيب مدرب بتاع منتخبات. ونفكنا من علاقاتنا الشخصية بالمدربين. انا اسف جدا يعني مش عايز مش عايز اخش قوي اكتر من كده. ما ينفعش اروح اكلم مدرب لان انا عارف مدرب ده وتعملت معاه في حتى قبل كده. فانا اقترح مدرب ده يكون كويس. يعني رغم انه اغلى من اللي قابله اللي وصلنا نهائي. وخلينا نطلع من كاس عالم من تصفات كاس عالم مدربات جز الاخر ويطلع يعني شيل الليلة كلها الواحده ورغم انه هو ما كانش يتحمل المسؤولية الواحده يعني. اول حاجة ما حتيجي مدرب بتاع منتخبات. مدرب عارف القرى كويس جدا. تالت حاجة اعضاء اتحاد الكورة ما ينفعش يكون لهم اي علاقة باللعيبة. اي علاقة شخصية باللعيبة. فلان ما يلعبش عشان فلان ده مزع على النادي اللي انا بنتميله او فلان ده علشان خاطر اعمل مشاكل على السوشيال ميديا. ده هيخدنا للمقطة اللي بعديها. اللعيبة ما ي مش قادر افهم دي ازاي. بس الكلام تا يحيى يعني بقى موجود عادي. كلام ده كان زمان اقامل كابتن جوهد لكن دوقتي بقى عادي. تبقى يحد ماسك الموبايل وعندك مطشو تاني يوم بكرة الصبح. ما احسسني ان انت غيران على الفانيلا. ما انا غيران على الفانيلا وغيران على العالم. انا عايز احس ان انت بتعمل نفس الموضوع. ايه بس ده لعيب بروفيشنال ايه يعني. حلو. ما هو الساعة اتنين بالليل وماسك الموبايل وبتنزل ازاي. حاجة كمان. ل عايب زي امام عشور انت عملت اه تلت مطشاط جمال جدا. يعني ايه باعمل دابل كيك في التمارين اه اه على دناخي يجي ليرتجاج ازاي يا جماعة. مو بالعقل برضو ما في حاجات بتعفرط جدا يعني. انت قاعد في التمارين. بتعمل دابل كيك ليه يعني. مفيش كاميرا هتصورها وتنزلها تكتوك هنا. ام. يعني دي مش حاجة بتاعة لقطة. اللقطة هناخدها في المطش. اللقط هناخدها واحنا بنرفع كاس. واحنا بنكسب بجنف اخر ثانية. هي دي اللقطة اللي ا احنا عايزينها. طيب. يعني افهم من كلامك احية ان انت بتتكلم ان يبقى في معايير لاختيار المدرب القادم لمنتخب مصر. ده رقم واحد. تمام. بنجيب مدرب بناء على ايه. دي اول حاجة. تانية حاجة. نعرف برضو معايير المدرب ده في اختيار اللاعبين بتبقى بناء على ايه. لان احنا شفنا من كل اللعيبة اللجوم التغييرات هي هي. فيه لعيبة كتير جدا ما نزلتش الملعب. ما نزلت. طب جرب بقى. طب خلص طالما انت جايب كمية اللعيبة دي. ومش مش هتلعبهم. وفي اخر مطش. وشكلك مكتفي جدا بالتعايد الوعيس تروح للبنالتيز. ما عملتش تغييرات تنزل فيها اللعيبة اللي بتجيب بنالتيز بشكل كويس. ودليل على كده. احنا شفنا كود دي فوار. كود دي فوار في اخر المطش. راح منزل تلات لعيبة. نيكولاس بيبي. ونزل سيباستيان هالر. ومعرفش نزلين. ادينجرا. ادينجرا. بتاع ولفرهامتن. ام. تلات تغييرات. وتشوف منظر الشباب وهم بيلعبوا للبنالتي شفت البنالتي بتاعت فرانك كيسي اصلا عملت ازاي? ايه. شفتها في سقف الجن من جنب وهكزا. ام. فانا بقى عارف الاول انت بتختار العيبة بناء على ايه? مش بتختار العيبة تقول ايه يا جماعة المدرب لا تدخل في قرارات الجهاز الفني. وبعد كده لما نطلع بالشكل السيء جدا ده. يبقى لا والله يا جماعة المدرب غلطان يلا ماشي بقى المدرب ويدفع شرط الجزائي اللي هو قد كده. فمعايير اختار العيبة. انت عايد انت مش مع ان يمسك مدير الفني مصري? لا خالص. خالص. في حد. لا. صعب. منين بجده وفي حد? مفيش. صعب جدا. احترامي طبعا لكل الكباتن الكبار. كابتن حسان. انا اظن اه كابتن حسان كبر قوي على انه هو يبقى مساعد مدير اه مساعد مدير اه فني. اه. زي التاني حاجة كابتن حسان كان عنده حمية على المنتخب وهو بيلعب بطريقة من الجيل القديم اللي هتخليه مبغاز ومتدايق جدا من اه رعونة بعض اللعيبة في فقط اللبس او على السوشيا الميدي اللي هو ايه ابن شعرك ده بجد يعني ما هو كابتن الجهري انا افتكر في مرة لما كان بيضرب الاهلي ده والدي بيحكيها لي حلق لكل اللعيبة زيرو. لو ايه شعوركو دي لأ دا احنا بنتغلب تعالوا يحلق زيرو. فالجيل الكبير هو الجيل المنضبط جدا ده. مع الجيل بتاعة دلوقتي بتاعة الكلنا بنروح عند نفس الحلاء نحلق نفس القصة ونجري في المال عم نعمل بشعرنا كده. دي مستفزة جدا. وانا متغاز لاننا احنا كنا بنتكلم يا جماعة احنا بنزعل لما السوشيال ميديا بتتريق علينا. حاضر مش هنتتريق. وبنزعل لما بيحمسونا بطريقة احنا مش شايفينها مناسبة حاضر يا عم هنسقف على الفاضي والمليان. العب بقى طبقا يعني. اعمل لك ايه؟ العب اهو حاضر يلا ما بيلعبش. ما ده بقى اللي بيغيز. طب انت عايز ايه عشان تلعب كويس. مدرب كويس طيب هنجيب مدرب كويس. طب بعد ما نجيب مدرب كويس. نضمن منين ان انت هتلعب بشكل كويس. اصلا هيتلع بقى حوار تاني اصل اتحاد الكرة بيتدخل اصل فيه مش عار ايه بيحصل اصل فيه. ده فدخلنا دوامة هنرجع التاني البيضة ولا الفرخ. شفت. انت شايف عادي ان مفيش مدير فني مصري اصلح. مش مش فكرة مفيش. هو فكرة الانسب للمنتخب. وده طبعا اللي بيانته التجارب اللي فاتت. المدير الفني الاجنبي. مع ان انت نجحتك اه. لا ما ده استسناء بقى. يعني الكابتن حسن شحاته. اه اللي حصل مع. اه اللي حصل مع. اه اللي حصل مع الجيل الزابية ده استسناء. ما ما بيحصلش. لكن احنا بنتكلم بقى على ان اه كوبر وكيروش هم دول وصلوا المنتخب لحد اتنين فانال اخسرناهم. بس ده. غير كده. هل انت دلوقتي على الساحة شايف فيه مدربين مصريين. واخدين مثلا شهادات برة بيطلع بياخدوا رخصة مثلا من الفيفا. او وليهم اه شكل في الدوري وعملين نجاحات كبيرة. انا مش شايف بصراحة كانت وحسن برضو اه كقيمة وكشخصية. تمام جدا. بس هيوخ ادخل في كلاش كبير مع اللعيبة. فانا بقى شوف لا. تحتاج مدرب. بس قبل فكرة المدرب. انا عايز يكون عندي اتحاد كورة. يعني في خلال مدرب. اه. يعني يكون رئيسه والعضاء الموجودين ناس عندهم من التخطيط والخبرات ان انا اكون ورسق الناس دي هجيب مدرب. اه كويس. وناس عندها رؤية وناس عندها تخطيط. ده مهم جدا. لان انا بشوف على مدار السنين اللي فاتك كلها اه المجالس بتتغير واشخاص مشتركين دايما موجودين في في المجالس الموجود. طيب. هطلع الفاصل وهرجع اسألك على فكرة. هل احنا مشكلتنا في المدرب? يعني افترضنا ان فيتوريا ميش بكرة الصبح. وجي اه جوارديولا. حل كده مشكلتك ومصرية تحلت عرف اجابتك بس بعد الفاصل خليكم معنا. بنرجع مع حضراتكم مرة تانية ومكملين في كلامنا عادي. كنت بتكلم معك. دلوقتي جدنا جوارديولا. كده مشكلتنا هتحلت? جزء جزء منها تحلت. ازاي? ايه الدليل بقى? اه اه برضو هروح لكوبر وكيروش. اتنين مدربين. عندهم خبرات مع المنتخبات. عندهم قوة شخصية كبيرة. عندهم تاكتك في الملعب. هم نتكلم على مسلا مشكلة زي مشكلة مثلا كوبر وكابتن حسام غالي. هل كان في مدرب مصر يقدر يستبعد حسام غالي? استحالة. هم. 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 هم نتكلم. اه كيروش نفس القصة. الرجل عنده كان قوي الشخصية جدا ومشي من المنتخب مش لاسباب ليه علاقة بالنتائج. عادي جدا. وراجل كان بحقار قوية جدا. وانا متأكد ان هو ومشي بسبب ان هو كان رجل جريء وكان ممكن يطلع يتكلم في اي حاجة لو شافه غلط. عشان كده هو مشي. ده دي رؤيتي. فمدرب زي هيرفي رينارد. الرجل ده. الرجل ليه تجرب احنا كلنا شفناها. سواء مع كوتفار مع زنبيا واخدتنين افريقيا. مع منتخب السعودي في كاس العالم الاخير. رجل عنده قوة شخصية. شفناه حتى الفيديوهات اللي كان بتنزل في قط اللبس لمنتخب السعودي في كاس العالم. قدي رجل عنده حماس وشغف كبير جدا. انا متف معك جدا. وفيه بس نقطة اخيرة. عشان بس حتة المرتب اللي بتتقال. هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي. آآ ربه في السنة ما كانش معدن مليون دولار. والناس ممكن تخش تشوف وتسأل. ما كانش معدن كان تصوعمائة وشوية او مليون بالكتير. الراجل فيتوريا بياخد اتنين مليون وربعمائة الف يورو في السنة. فما مفعش حد يقول لي ان آآ رينارد البجت عالية. انا منتخب مصر. انا اعظم منتخب في القارة. فاقدر بكل سهولة ان انا اقنع ر انارد ما هيجي ضرب المنتخب بتاعي بنص المبلغ ده او اقل كمان. طيب. وفقا للطرح اللي بتراحه عادي يا احيا. ده معناه ان هنجيب مدير فني بشخصية قوية هيعمل بابل. يعني هيحط نفسه في فقاعة كده. ويعزلها عن الكرة المصرية. ولو هو مدير فني كويس على المستوى الشخصي ومستوى الكارزمة يعني والشخصية وعلى مستوى الفني. فهتضمن انه على اقل هيحقق النسبة الادنى من النجاح. مش ده. اللي انا بتمنى. ده احب ان يكون موجود زي ما حصل مع كيرو شو مع كوبر. بس اللي انا بتمنى ان انت يبقى عندك نظام يضمن ان النجاح بتاع المنتخب يحصل مش على ان يجي لك راجل فالتا. ام. لا هو اي راجل هيجي يشتغل يلاقي معطياته. يدخل لمنظومة يشتغل فيها. زي مسلا. ايه? انت عايز منظومة. زي مسلا ايه? كورت اليد. ام. انت كان عندك بروندو. شغال معاه. صح. جبت اه باستوء اللي هو باستور اللي هو اصلا الاب الروحي والجاد فادر بتاع الكرة الاسبانية في كورت اليد اللي هو يعني جاد فادر بتاع بروندو. شغال. ام. انت عندك لعيبة وعندك سيستم. شغال. اه ممكن واحد يجي يطلع على خطوطين. واحد يطلع خطوة واحد يطلع خمس خطوات. بس في الاخر فيه سيستم. فيه اجواء مهيئة للنجاح. ده بقى اللي انا محروق دمي مش عارف. ليه مش عارفين نعمله. عشان ما فيش منهجية. احنا مش مش ماشينا على خطوات لتطوير الكرة الم مصرية بقى كله عبارة عن كاميرات شكلها احلى. زباية تصوير افضل. فقط لغير. اللعيبة جودتها بتقل. جودة اللعيبة المصري بتقل بشكل بشع. بشكل بشع. ان احنا نبص في القماشة بتاعت الدوري. ما عندناش غير مصطفى محمد واحد وما بيلعبش في الدوري. وده كان فالتة كده. والزمالكويز علين جدا ان هو ماشي. يعني اللي هو هنلاقي منين تاني مصطفى محمد. اي قطة ما هو برضو خلابالك دي. حطيت داك على قطة مهمة جدا. النهار دا عادي انت راجل واحد اهلاوي. واحد زمالكاوي. هتقول له انا همشي المهاجم الاسيسية بتاعك. ما هو طبيعي زعل هو بالنسبة له انا نادية. طبعا. لو هو حاسس ان الرجل دا هي مش هيتلاحد تاني هجيب واحد تاني ما خلاص عادي. مش هبعنده مشكلة حتى لو هزعل بس تمام. نفس الموضوع مع امام عشور. امام عشور ماشي. خلاص احنا فقدنا بقى. انا بفهمش بمغي امام عشور بصراحة. يعني انا انا بحاول احط نفسي مكانه. مش هقدر افهم دماغه. امام عشور عنده امكانيات يلعب بره مستريح. وميتشلند اللي هو اخده ده اصلا نادي معمول عشان الاستسماء يعني. هو ما كان شو اخلاص اكسب بيه الدور الدنماركي. مظبوط. هو اخده ودافع فيه فلوس دي عشان هو عارف ان هو عارف سوايا وكسب فيه. مظبوط. ارجع ليه. ايه بقى دي الفكرة هي انت كلاعب انت عايز تكون عامل ازاي. هو اقفلتها. طب ما لعب بقى في وسط اهلي وناسي والدنيا هتبقى جميلة وكويسة وبتاع. المش اخطوط في منظومة هتقلل مني. يعني انا مش هتطور انا مش هزيد. مهما كان انا مين بلعب في الاهلية بلعب في الزمالك بلعب فين. انا مش هزيد عن اللي انا في ده. طيب المنظومة نفسها هل لو انا مشيت وطلعت برها طلع حد مكاني احتمال كبير جدا لا. بعد ما احمد حجازي طلع طلعت يا محمد حجازي. مش بناش غير مدافع على مستوى عالي غير محمد عبد المنعم. ومحمد عبد المنعم بدينا شوفنا في البطولة كان عامل ازاي. هي دي الفكرة انت عندك المنظوم سيئ. من اول القطاعات من تحت خالص من اول الاشبال وانت طالع. مع اتحاد كورة ما نعرفش المنهجية والسيستم اللي هو ماشي ماشي عليه علشان يجيب لنا مدرب عامل ازاي. ما نعرفش اصلا اتحاد الكورة بيتم اختياره على ايه. المسميات الوظيفية لناس كتير جوه اتحاد الكورة بيعمل ايه. فلاني فلاني ده بيعمل ايه. ده عشان صاحب اللعب الفلاني فهو بيحبه يكون موجود. لعب تاني بينضمه للمنتخب بناءا على ايه. لا ده عشان ق اللعب الفلاني بيحب ان اللعب ده يجي مع عشان هو اللي بيقعد معاه في الاوضة. طب ما هو ايه ده. ما هو ما فيش كده سيستم. طيب. بمناسبة الهوية والسيستم شفت النهاردة منتخب جنوب افريقيا في سابعة في التشكيلة الاساسية من فريق ساندونز. نفس فكرة الاهلي مع الكابتن حسن شحاتها في الجيل الزهبي. ان انت يعني جوز كبير من الفريق بعد ما عنده هوية في افريقيا فريق ساندونز. من الفرقة دي خلاص بيت هي القوام الاساسي للمنتخب مع بعض العيبة زي بير اخوينة. ده مش طبيعي. شفت الفول. ده زناء هالبونو. شفت الفول. اه مش طبيعي. احنا بيتعبش ما بينهجش خالص. الله هو اكبر. احنا للأسف يعني كل المنتخبات حوالينا تقدمت. يعني تبص على موريتانيا بتلعب كرة ازاي. تبص على كاف فيدي تلعب كرة ازاي. خرجوا في فنالتي. اه. يعني موريتانيا خرجت بفنالتي وكانت ممكن. انجولة. انجولة بص بتلعب كرة ازاي. حما اقامش بكانك بقى على السنغال ومسلا والمغري بقى بك على المنتخب هي اقل منك. اتقدمت ازاي. اساس الموضوع ده كله. انك يبقى عندك مدارس كورة واكاديميات كورة. مش هدفها الربح. لا. هدفها ان انا طلع لعيب. اه. يطلع. يحترف برا. يمثل منتخب مصر. يعني حتى لو افاسها الربح. طب انا اطلع لعيبة. لا بس. عشان اعرف ابيعهم. بصبت. لا بس. اصدي في الربح يحيا. اصدي في الربح. اصدي في الربح. اصدي في الربح. ان انا مبقاش انا مودي للعيب. وادفع فلوس. عشان يدخ اللعيب الموهوف. الاكاديمية دي. انا بيقى بعد كده تمام. ما دي حاجة حلوة جدا. ما بالعكس. تغمس الكابتن بخمس تلاف. لا. هي دي الفكرة. مش هينفع ودي ابني. اه. عشان. واتفاول فلوس. فنعلمه كورة. ده مش موجود. بس انا عايز بقى اكاديميات. ومدارس كورة. للعيبة الموهبين. اللي موجودين في كل حواري مصر. الناس يتخش تحت رعاية. الشباب والرياضة. عشان اشوف النمازج بعد كده طلعة. زي محمد صلاح. وز وزي وزي وزي. بقى ان انا بقى بقى عندي مشكلة. في الاجبال في مصر. والناشئين في مصر الاندية. مش هارفة تطلع لعيبة. بجودة عالية. وتحترف برها في اوروبا. لأ انا بقى اعمل حتة دي. زي ما المغرب عملت اكاديمية محابة للسادس. وزي هناك في السنغال جنريشن فود. وزي وزي ناس كتير جدا. فم قلقته اكاديمي اللي في الكاميرا. اي. واحنا عندنا مواهب في مصر. عندنا مواهب كتير جدا. موجودين في كل حتة في مركز الشب عادي. لو اخذ على قطع كلامك عادي. حتى لو مش مواهب. عايزين لعب وموظفين. اقف هنا يا لعب. حاضر يا كابت. اقف مكانك حاضر. سلم وسلم يا لعب. حاضر يا كابت. بس مش عايز اكتر من كده. يتعلم كورة. حتى الصنعة يعني يسيبك من الموهبة. الموهبة الفطرية. مش موجودة. مش مشكلة تبقى صمايعي. جوردان هندرسون ما هو صمايعي. فينالدوم صمايعي. ده مش كوتينيو ومش كل اللعيبة لازم تكون حريفة. انا فاهم ده مليون في المائة بس اللعيب الباك لازم يكون بيعرف ازاي يلعب أوفر. يعرف مكانه فين في الملعب. ما يبقاش سرحان كده وفجأة يفتكر ايه ده ده انا خلاص بقى انا مش هاجري. بما ان احنا بنتكلم في مصطلح في فكرة العشوائية. ايه رأيكم في قصة بجابة الوش الناو. لك يا عادي. ده ده مطب ده. يعني انا بسقعة كنت باشوف يعني فكرة ان القلي محتاج حارس مرمى ولا فكرة القصة ان هو يعني كان جاي وبعاك بعد المطش مش جاي والكلام ده. اللي اتنين. لو ده. طيب اولا الاهلي في حاجة الحارس مرمى اه. لان الاهلي هيبقى عنده. مصطفى موجود. مش مصطفى موجود. بس الاهلي عنده كمية ماتشاط بعد بعد ما البطولة تخلص. يلعب دوري وافريقي وماتشاط كتير جدا. فيبقى حملة قيل على مصطفى شبير خاصة النشنوي. تلات اربع شهور دي عندنا يمكن توصل لستة شهور لاخر الموسم يعني. اي. فان محتاج حارس يكون عنده خبرات. هما الاتنين يوم موجودين والاحسن يلعب. بس يبقى عندي حار زي ما كل مركز عندي يلاعبوا اتنين. دي نقطة. نقطة التانية. موضوع ابو جبل. انا طبيعيا لما ادور على حارس خبر يجي لعب ستة شهور. هبص البسام هبص لابو جبل. فالناس لما قالت ابو جبل. طب تمام ماشي. بس هل الربط في فكرة دربات الجزاء انا شاف طبعا ده ما ينفعش يبقى ربطه خالص. في كلام طلع ان الشنو مش عايزه. انا شاب برضه كلام مش منطقي. ما ينفعش يتقال لان فقوه في الاخر انت جاي ستة شهور. وهتلعب شوية والنادي مصلحته ان يجي حارس عشان خاطر يشلني في الفترة اللي جاية مع شو بيران كمين يلعب. لكن انا مش مقتنع بفكرة ان الشنو داخل انا مش عايز ابو جبل ييجي. او ان الاهل يستغنى عنه او صرف النظر عنه. عشان خاطر اللي حصل في دربات الجزاء. معرفش اللي حصل. لكن انا ما عنديش قناع بدي. وما عنديش قناع بدي. بيتقل ان عايل لوت في جاي. طبعا عايل لوت في كان موجود. طبعا احنا ما هو ماشي عشان خاطر خلاص الرجل يعني سنه بيكبر ما بيلعب شي. فانت جاي عشان خاطر يقدي فترة. طبعا ما كنت ممكن اروح بقى الحارس عنده خبرات بيلعب مع المنتخب. او حارس بيقدم مستوى السابق في الدولة زي مسلا بسام اجيبه. مش عارف بصراحة الفكرة في ايه. ومش عارف اصلا هل فعلا اهلي كلمة ابو جبل. ولا اهلي ما كلموش. اذا كله كان كلام وخلاص طلع قبل النطش وخلاص ما حدش عارف الله الحقيقة فين فعلا يعني. لا انا قلت الحياة في البداية بس انا عايز اعرف رأيكم الفني. مش. في الخناقة دي بص. اي لعيبة في اي نادي بيبقى فيه groups within groups. اه. فيه 3 ا4 صحاب زي في ليفر بول كده. التلاتة ا4 اللاتينو دوت صحاب مع بعض. ما بيحبوش التلاتة ا4 الاوروبيين. ما بيحبوش التلاتة ا4 الانجليز وهكذا. ده في اي نادي في الدنيا وده طبيعي حتى احنا بننعب فوتبول مانجر. بيجيب لك ايه ان فيه شلة لعيبة اللعب الفني ده متضايق من اللعب العلاني. اه. مش حبه. حاس ان هو ايه. مش لادد عليه. اه. فانت هتيجي هتاخد مكاني وهتاخد اللقطة اللي أنا بخدها على طول ودي منطقية ومفهومة في أي نادي في الدنيا فالواحد يحسها كده أو أن فيه حتة فيه عدم سلكان كده فيه حتة اللي هو إيه لأ ده هياخد مكاني فهياخد نفس التطبيل اللي كان بأخده بلاش بقى التطبيل هياخد نفس الدعم اللي كان بيجيلي وكمان هيبقى لسه واخد لقطة حلوة مع المنتخب فيصد حلوة مع المنتخب فييجي ياخد مكاني أتخيلها ده في أي بني أدم حتى لو كان بني أدم راسي وعاقل تماما أنا موظف خدت أجازة جيه موظف تاني خد مكاني بيشتغل كويس أنا متضايق جدا طب بس متضايق منه هو لأ أنا متضايق من الحالة فأنا متغاز فأنا أتفهم دي كويس جدا لكن أنا رأيي الأهلي محتاج حادث مرمى وهو مش كل مرة هنروح نفضل إيه ندور في اللعيبة خد تعالى روح يا علي تعالى يا علي خد روح يا علي ونفضل نمشي في اللعيب الزمالك دخل في فترة مضوح راس المرمى ده كانت فترة مضحكة جدا روح يا عود تعالى يا صبحي هات مش عارف مين والأهلي برضو قبلها فأبو السعود كانت حاجة سيئة جدا لأ أنا رأيي بقى أجيب مصطفى شبير تعالى مصطفى أقفى مصطفى كده في الجن ورينا جمالك وطلع جنبه حارس صغير أو أجيب حارس من إعارة يبقى قاعد دكة المصطفى خد الثقة يا مصطفى أنت الحارس الأساسي أنت ابن واحد من أساطير النادي إحنا معاك غلطت غلطة عادي أبو جبل كان هيغلطها والشنوي كان هيغلطها وياما غلطها هتغلط تاني مش مشكلة معلش بقى عندك غلطات كتير وشكلك بقى صعب قوي إحنا صبرنا على حراس كتير معلش ريح شوية أخد شوية ثقة تعالى ما نجيب الحارس التاني اللي إحنا جيبناه أقعر هي كان أجربه أحط في وش المدفع شوية نطلع لفاصل نجح نكمل كلامنا خليكم معنا التوقعات ضربت منك الإسبوع اللي فائد أنا كونجولي ديموكراسي لتلك أنا واتلك إحنا هنوصل للفاينال كنت أسود الكونجو الديموكراسي تعالوا قلولي بقى توقعاتكو للجاية خلاص إحنا إيه دور كل الكبار خرموا يعني السنوات خرجت من مصر المغرب الجزائر بطولة بطولة فيها حاجة يعني شمهورش وفيها كورة بس مرضو لو سألت المئة مليون قبل ما البطولة تبتدي السنغال ومصر والجزائر والمغرب يخرجوا من دور الستاشر اللي بدأ البطولة قوي طلع بدر يعني السنغال والمغرب أقوى نجيريا بدأت نشوش مش أقوى حاجة أول ماتش تعدل لكنهم دور أقوى المنتخبين بدأوا وهم خرجوا من دور الستاشر معدر راسل أخضر معلش بدأت كويس قوي ومكملة كويس قوي نشوف طي نبتدي بقى معاكم نيجيريا وأنجولا والله يعني المفروض نيجيريا بس أنجولا فريق يعني صعب جدا بس هو يعني مفروض نيجيريا نفس الماتش لا عشان أبقى عكسه بقى عشان أبقى ضده يعني فأنا أقول أنجولا لأنها بتلعب كرة أوروبية شوية بس أنا أخش على الرسل أقدر وجنوب أفريقيا أقول إن شاء الله أولادنا في جنوب أفريقيا هيكسبه إن شاء الله جنوب أفريقيا عشان يعني الفرقة لغلبة المغرب تبقى فرقة قوية ما يتقلش انها غلبت المغرب وخرجت على طول انا حس الرأس اللي اخضر ممكن تطلع جانب افريقيا تجد والله طب نيجيريا وجنوب افريقيا لقبلوا بعض تتوقع مين عيني نيجيريا للأسس نيجيريا نيجيريا احنا عارف لو نيجيريا والرأس اللي اخضر نيجيريا مرة طول كلمه باقتل ناليو كوديفور عفاكة الخطة ده هبقى جامد جدا رأيوكو ايه لا اقول انت انا بشجع كوديفور كوديفور انا بحب كوديفور عشان الحدوتة حلوة قوي والسكريبت شكله جدا انا بشجعهم عشان شبت عشان سبب تاني تافه جدا عجباني قوي التشتت بتاعتهم بتفكرني المتخب ولاد ده دخلت مغي قوي انا بحب عندهم كزا لعب ابراهيم سنجاري ده انا باعشاوي جدا وفيه لعيب مساك بس يعني اسمه مش افضل حاجة ان هو يتنطق على الهوى واسباستيان انت بتاشى سنجاري عشان اكيد انت جعان بقى اه باعش سنجاري عايزي كونغو غينيا السكريبت كونتيفور تاخد البطولة اه اه فماتش غينيا وكونغو عشان خاطر يحيا بيحب كونغو فانا هقول له كونغو اه طيب كونتيفور وكونغ هيحيا غصبا عني لازم اقول لكونغو عشان الفريق اللي غلبنا اه يكمل بالسيناريو اللي انا نفسي فيه وتبقى اسهل بطولة اه يبقى خالها بتعادلات كونتيفور كونتيفور طب ولو ناجينا كونتيفور في الفاينال ضربات جزاء وكونتيفور تاخدها ان شاء الله السكريبت بصراحة السكريبت السكريبت حلقة تبرى البطولة ودخلت البطولة من ولا حاجة والله يابد ضربات جزاء وواصل تخلص البطولة فهو سكريبت كورة يعني مية في المائة من قصص الكورة الحلوة عادي نورت الداني بامورك والله ابراهيم يحيى شرفتنا نورتنا ترجمة نانسي قنقر